تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلة بتنسيق مع نظيرتها بطنجة زوال اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري من توقيف صيدلانية تبلغ من العمر 45 سنة وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة اجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وكانت الشرطة القضائية بمدينة سلة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد اوقفت يوم السبت المنصرم شخصين في حالة تلبس بتهريب وترويج 1740 قرص طبي مخدر وذلك قبل ان تقود الابحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية الى توقيف صيدلانية المشتبه في تورطها في تزويدهما بهذه الشحنة من الاقراص المهلوسة وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في اطار هذه القضية من حجز سجل وفواتير ووصفات طبية مشكوك فيها ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وقد تم اخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد المستوى وحجم تورطها في ارتكاب هذه الافعال الاجرامية اشتركوا في القناة